قبل ما نروح للكلام بتاع الكباتم في المؤتمر أو الإنبارة خلينا نروح لتلفوهم معنا كابتن أحمد عادل نجم النجوم النادي الأهلي نتكلم معاه فنيا عن اللقاء أبو الكباتم أهلا بحضرتك كل سنة وانت طيب حبيبي أطار كل سنة وانت طيب والشعب المصري كله بخير ورمضان كريم عليك وعلى أسرة البسلام كلها السؤال اللي بيدور في زهن كل جماهير الأهلي حاليا هل كولر هيقدر يعوض الغيابات الموجودة وعلى رأسهم طبعا إمام عشور في خط الوسط بص أكيدنا فيش يا كطار يمكن الفترة الأخيرة كان فيه كلام كثير على اللعيب في النادي الأهلي أو في قوام النادي الأهلي اللي موجود داخل المنتخب وخصوصا أسرار كابتن حسين من لعبة الأهلي كلها لديم تبقى موجودة في البطولة الودية وكاس العصمة لكن ده هيسبب إجهار بشكل كبير على اللعيبة معه أن الأهلي بيواجه الفترة الأخيرة بغيابات غيابات من أهم اللعيبة أهمهم محمد الشناوي بتتكلم في إمام عشور بتتكلم في ياسر إبراهيم وهمهم من القوام الأساسي للعبود الفقري في أليو ديانج كمان مش موجود أليو ديانج لكن ده بتتكلم ممكن أليو بأليو بفترة ما بيشاركش في صفة أساسية كما سلمك على بعض اللعيبة اللي كان بيعثمت عليها كولر في آخر أهلا قاط أشر أشر المباريات لكن أعتقد أن في تخوف كبير جداً النهاردة من الحالة اللي هيكون عليها أن الأهلي الغيابات اللي احنا تتكلمنا فيها للإجهاد لبعض اللعيبة اللي كانت موجودة طبعاً عسل محمد هاني كانت في مروان العطية رمي ربيعة ومشاركتهم في البطولة بذلك أنه هتواجه في طريق قوي عنده أنياد عنده مدرب بانشيخة يمكن بادئ الموسم مع الحالة العاصمة أنه هو يقدر يكسب النادي الأهلي مدرب بيقدر يفرد أو يعمل شخصية للطريق اللي بيمسكه فأعتقد النهاردة في حاجات ستيرة جداً صعبة أكيد مستر كولر هيوجهها لكن ده هيرجع إن شاء الله للإصرار والعظيمة اللي عند العيدة النادي الأهلي لطموحات الفوز لطموحات البطل النادي الأهلي وده اللي يقدر إن شاء الله يبقى موفق في النادي الأهلي النهار يعني أنا بس ما كنتش عايز نحمل فكرة إن كابتن حسام حسن كان عايز كل اللاعبة موجودة وبرضو حق كابتن حسام حسن إن يكون معاه اللاعبة كلها موجودة عشان يجهز للفترة الجاية عندنا لقاءات مهمة جداً ولكن في نفس الوقت هو يحاول يحافظ على اللاعبة الأهلي زي ما شفتنا مثلاً حسين الشحات لما اشتكى من بعض الألام قال له لأ تخرج من المعسكر بس لمحدش يكون حاسس إن فيه لود على اللاعبين هو يمكن هي دي ضريبة الأندية الكبيرة اللي عندها لعيبة في كذا منتخب أو لعيبة دوليين كتير أكيد نادي الأهلي من الأندية دي نادي الأهلي فنياً النهاردة بقى هل كولر هيلعب على المكسب ولا عايز يأمن اللقاء في الأول ويحاول هنا في القاهرة يفوز بنتيجة تريح بس يمكن قبل مخشف التفصيلة دي أنا حابب بتستوضح حتة طبعاً حق مشروع لكافة من خسام وكل الحاجة وخدت أنا داعمين لمنتخب مصر وداعمين حتى لتجربة الكافة من خسام مع المتخب مصر لكل الصلاحيات أنا بكونت باتكلم في حتة بعض الإجهات اللي ممكن يسبب بأثر عن موراة النهاردة لكن ده طبعاً ده وضع طبيع ومفروض أن نادي الأهلي متعود عليه لو هنتكلم في المباراة أكيد ما فيش شكل مستر كولر هو قادر وأنسب التشكيل اللي ممكن يقدر يلعب بي أعتقد أن النهاردة هيلعب مستر كولر بخلاف أعتقد الفترة السابقة أنه هيلعب بتوازن دفاعي هيلعب مش هيفرض في الناحية الهجومية هيلعب بتوازن دفاعي بين الهجوم والدفاع لأنه زي ما أقول لك طريق سنبع عنده مفاتيح لعبة ستير ممكن يقدر اعتمد عليها هل ممكن النهاردة يبدأ بريدا سليم ويريح حسين الشحات ولا يبدأ بحسين ويخلي ريدا سليم تبديلة لا أعتقد يمكن الفترة الأخيرة هو الرجل كان بيعتمد على حسين الشحات لكن ما أعتقدش أنه هو يستعبين بداية المجارة يعني ممكن حسين الشحات يبقى تغيير وريدا سليم لما رجع الفترة الأخيرة وكان في الصور معالي الرجل بدأ يدخل تدريج فأعتقد أنه ممكن يعتمد على ريدا سليم بالتفاق السياح أتوان الراجل مسجل للهدف الأول للأهلي في الماتش اللي فات اللي كان هناك آخر ماتش الأهلي في تنزانيا أمام سينبا كان هو اللي سجل الأول هدف اللي كان في الدور الأفريخ أن دايما ريدا سليم عنده الملكة أنه هو بعد ما بيرجع من الأسواب بيقدر يخش بالصفة يعني بالصفة جيد أو بالصفة جيد ما بيقدرش أنه هو ياخد أو ما بياخدش مود أنه هو يخش في الفورم أو يرجع في الموت الثاني دي الملكة اللي عند ريدا سليم أنه هو يقدر يدد سكة للراجل أنه الرجل يعتمد على اليد بشكل أساسي أعتقد أنه هو مفتاح لعب أو صفقة مهمة للنادي الأهلي وفرضت أسلوب لعبها في مبارئات كبيرة ومبارئات كثيرة بلعيب طرف بيقدر يتيجل شرقة مفتاح لعب ومهم بيقدر يعمل الترابط بينه وبينعالي معلولة في الجابها اليسرى ويعرف زي كمان جوة 18 وبيسجل أهدف مهمة جدا زي الهدف اللي احنا شايفينه على الشاشة مع بعض الهدف الأول يسجلوا في ماتش دوري الأفريخي في لقاء الزهاب لو اتكلمنا عن مركز راس الحربة يبدأ بمين كولر؟ أنا بتمنى أنه يبدأ بكهربا يبدأ بكهربا أنا مش معموم بأن مودس يبدأ لكن ممكن يبقى تغيير يبقى تغييرا كويسة لكن يبدأ بكهربا لأنه أنت محتاج في المبارئات تاخد المبادرة تاخد المبادرة أو تقدر تعمل نتيجة إيجابية سهل عليك حتى واللقاءات دي بتحب اللعيب اللي زي كهربا اللعيب اللي بيجري كتير اللي بيخبط اللي عايز يخش جمعون تتق يعني اللعيب اللي لذي بنقول كابلوا غتنا المصرية اللعيب الفرق في الملعب اللعيب اللي عايز يروح في كل حتة صحيح لنظار هو كهربا كمان حتى في المبارئات دي يعني ممكن كهربا ممكن تلقيه في بعض الأوقات مش موجود خالص بس من نص فرصة بيقدر يحرز لك كدر بيسبب صدوع حتى لأي خط دفاع زائد أن فريق سيمبل حتى لو كهربا لعب هيتعمل له حساب أنت بيقدر ياخد من الفريق المنافس أعتقد أن وجود كهربا هيسبب تقل لخط هجوم الندي الأهل أن أنت تقدر تعتمد عليه كهربا حتى تحركاته ويقدر يفضي لأطراف الملعب للناس اللي جاية من تحت كهربا دايما هو بيتحرك تحركات فيه زميله أكثر من نهات فيده كفصفة شخصية يعني زائد أن كهربا بتحرك بمساحات بعكس توقع المدفعين أنه هو يقدر يحلز لكدر ودي ميزة من ميزات كهربا أكيد في الخط الهجومي كابتن أحمد شكرا جدا لحضرتك طبعا كلنا نتمنى النهاردة فوز النادي الأهلي ويكون فوز مهم ويرايح النادي الأهلي في لقاء العودة اشتركوا في القناة